كان مرهوانا عطيّة سلسي جاوب أنا جاوبت هيا جاوبتك هيا هذا النهاردة حلوة أنا مردي أنا حاسنا مع صحابي بخير طب جيمي مرهوانا عطيّة كمان باللعيبة اللي عملوا دور واضح في المنطقة بمصر المبالي وانا ما دايبت تتكلم عن مرهوانا عطيّة شوية سترنا سترنا عشان هو كان عملت استراحيه لا 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 وستر وسط ملعبنا سترنا في حاجات الناس بتشوفها في المطش وفي حاجات لازم تفرجع مطش مرة وثنين وثلاثة واربعة وخمسة عشان تطلع كل اللي الرجل ده عمله خلاله وراءه عشان معنا فريمات كتير ووقتك بيجري يلا أنا بس سابان علي إبراهيم صراحاً الله يزالما دايما نتسبت لجيمي فقرة الواحدة مالجيش معانيه يلا برواة عطيّة يا كريم دايما لو أجي أتكلم على العيد مركز ستة أنا بتكلم على أدوار أنه هو رجل ديسترويير بيقطع بس وأنه رجل ده وظيفته أنه يعمل لك ستارة زيما أنت كنت بتتكلم قدام الاتنين قلبين الدفاع لا مش بس كده تعالى دي الأرقام بتاعت مروان قدام في مباراة كاتفيرد بس الرجل عمل تمريرات صحيحة عنده تمريرتين غلط في المباراة الكامل والعيب وسط ملعب مش مهاجم الكرة بتجيله خمستاشر مرة وستاشر مرة الرجل وصل لكرة واحدة وستين مرة غيرت غلطتين فقط لغير واحدة منه كفديات ساعة وثمانين بالمناسبة تمريرات الطولية عمل ثلاثة ثلاثة على ثلاثة مية في المية استخلاص الكرة عشر مرات الثاني في المباراة بعد إمام عشور دخلات الناكحة ثلاثة على أربعة وعمل خطئين فاولين فقط لغير يلا اللي بعده نروح بقى لي أنا على فكرة أنا عجبني في الأرقام اللي فات داية التمريرات سواء القصيرة أو الطولية وأنني طبعا بيعملها بشكل رائع جدا أنه بيخرج بكلها بشكل سليم جدا فتضيف عليهم بقى الاستخلاصات انه الرجل قادر يقطع قادر يسلم سواء طولي أو قصير الحالات علشان الحالات كتير وهن مشيها على سرعة ما توقفش معايا بص يا كريم دي حالة في أول دقيقة وتبانى عليها كل حاجة الرجل ده أحسن لعيب في مصر بيلعب بره بيلعب جوه بيلعب في أي حتة بيعمل سكان الكريتيكال سكان أو المسح الحرج للكرة بيبقى في الأوقات اللي انت مضغوط فيها وعمل عاكة فيها ضغط قوي أو ضغط عالي أو في أوقات معانا من المباراة الرجل ده طول الوقت ركز على دماغه وحرك الدماغه الرجل ده بيبص قبل ما الكرة جيله هل الكرة هنا جات له؟ ما جات لهش قبل ما الكرة جيله هو باصس على الراجل اللي راح يقطع قدامه اللي الرجل ده هيطلع يضغط معاه فباصس عليه عارف هو هيجيله فين الرجل محضر عامل اسكان ياخده الكرة ويعمل الباص روح بقى على الفريمز اللي بعدها على طول حالة حالة بص هنا هيستلم هيحطها ناحية اليمين تمرير أو راجل ضغط عليه بينه وبينه متر هو عامل اسكان عارف الرجل يوقف على اليمين فاضي هيحط له الكرة اللي بعد؟ انت ولت ديتين اللي بعد؟ جاءت ناكم جيمل معرضه يصنع نفس القصة هو هنا حط الكرة ناحية اليمين ده نفس الفريم اللي بعد؟ نفس القصة انا بتكلم هنا على لعيب على لعيب مركز ستة الطبيعي ان هو الحركية بتاعته دايما في الجزء الاخير لا الراجل دايما بيفتح لك زاوي التمرير الراجل قادر ان هو يظهر دايما في المسيح هروح الفريمي لبعده بص هنا دا دايما حل يا كريم لما لاقي اللعيب واقفة لي بالشكل ده افلالي كل زاويات تمرير الخط مقفول جوه الملعب مقفول عمق الملعب مقفول ارجعها اورس انترباك مقفول دايما اللعيب ده بيتحرك لو هو واقف سابت مكان هو اللعيب مركز ستة كلاسيك هبع عندي مشكلة كبيرة دايما اللي بيقلى القصة دي هو امام عشور حل في الازمة الدفاعية حل في الخروج بالكورة حل في بناء الهجمة هو لعيب متكامل واللي عمله في مباراة كاففيرد ومن قبله انه كان عندنا مشاكل كتير في التعامل مع جودة النني في مركز ستة ماشي 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 الفريمز اللي بعدها توديك في الاخر انه مروان عطية سترنا تاني في وسط الملعب في مباراة كاففيرد لازم يتم دعمه لازم يبقى فيه العيد بيلعب جنبه لانه مش يفضل يعمل كل الشغل ده يعمله لوحده فده بيأثر بشكل كبير جدا على الشغل بتاع قلبين الدفاع لازم نفس الفكرة شرحناها في الاول يبقى فيه العيد تاني يلعب جنب مروان عطية